أرسلت المحكمة الدولية إلى وسائل الإعلام مجموعة من الأسئلة التي ترحتها على نفسها وأجابت عنها لتوضيح قضية تخغير المحكمة التي تحاكم على أساسها قناة الجديد وجريدة الأخبار وبدى واضحاً أن المحكمة من خلال هذه الوسيلة لا تعترف بدور الإعلام الذي تتمحور وظيفته حول طرح الأسئلة النقضية على المحكمة وهي أسئلة لا تريد المحكمة أن تجيب عليها لهذا تختار ما يناسبها من أسئلة وتطرحها على نفسها ثم تجيب السؤال الأول ما معنى عبارة تحقير المحكمة؟ وتجيب المحكمة بأن هذا الجرم يمكن أن يتخذ أشكالاً عدة وفقاً للمادة 60 مكرر ومن بينها التخلف عن الاستجابة لقرارات صادرة عن المحكمة وفي مقارنة بسيطة وسريعة مع المادة 60 مكرر يتبين أن هذا الشكل من أشكال التحقير غير مذكور نهائياً في نص المادة الأصلي الموجود على موقع المحكمة الإلكتروني ويبدو أن المحكمة تخترع مواد قانونية وتحاكم الإعلاميين عليها من دون أي سند لها اللافت أنه من بين الأسئلة التي طرحتها المحكمة على نفسها ومعظمها يتعلق بإجراءات المحاكمة في دعاوى التحقير وعرقلة سير العدالة سؤال جوهري عن التحقيق في مصدر التسريبات داخل المحكمة وتجيب المحكمة على السؤال بتأكيد أن قاضي التحقيق في القضية توصل إلى استنتاجات تفيد بأنه من غير المرجح أن يكون موظفون من داخل المحكمة قد أتاحوا الاطلاع على هذه المعلومات هذا يعني أن المحكمة تبرئ الجهة التي اتهمت بالتسريب وهي مكتب الدفاع الذي طلب التحقيق في القضية ويبقى أن تحقق المحكمة في إمكانية أن يكون مصدر التسريب هو مكتب الإدعاء وإلا نعود إلى نظرية تورط المخلوقات الفضائية في التسريب وسؤال الأطرف من بين أسئلة المحكمة التي تطرحها على نفسها هو ألا يشكل اتهام الجديد والأخبار اعتداء على حرية الصحافة في لبنان وتجيب المحكمة كلا حرية التعبير ليست حرية مطلقة وعلى الصحفيين ووسائل الإعلام امتثال القانون ترجمة نانسي قنقر